بسم الله الرحمن الرحيم إذن النية هي القصد ولا ربط لها لا باللفظ ولا بالخطور والصورة الذهنية فرب شخص يكون قاصدا مثلا لصلاة المغرب لكن لما رفع يديه أو وقف للنية اشتباها قال أصلي صلاة الظهر وكبر ثم التفت أنه يصلي المغرب شلون قال أصلي الظهر لكن في ذهنه وقصده الواقعي المغرب هذا مجزي اللفظ لا أهمية له بل حتى الصورة الذهنية هو وقف يريد أن يصلي المغرب لكن كان فكره مشغولا بصلاة الظهر كانت عنده مسألة مرتبطة بصلاة الظهر فهو قاعد يفكر بصلاة الظهر أكبر لكن قصده الواقعي الآن المغرب مجزي المهم هو القصد الواقعي بحيث لو سئل لعرف ماذا يفعل هذه ليست مسألة العدول في النية هو لا يريد أن يعدل قد صل الظهر والعاصر الآن يريد أن يصلي المغرب لكن فكره كان مشغولا فتلفظ تلفظا خاطئا أو تصور تصورا خاطئا هذه لا ترتبط بالعدول نوع العشاء هو ممصلي المغرب ثم تذكر هذه تجي مسألة العدول يعدل لكن الآن هذه ليست قضية عدول مجرد اشتباه في النية النية اللفظية صارت عكس النية القلبية اللفظية لا أهمية لها المهم بالنية النية اللفظة القلبية عادة الإنسان لا يتعمد الآن فرض نتعمد هو ناوي يصلي المغرب قال أنا راح أقول الظهر لكن هو قاصد المغرب يعني قوله لا أهمية له زين ممكن أن يبدأ الإنسان بصلاة معينة ثم في خلال الصلاة يسرح ويتصور أنه يصلي صلاة أخرى مثلا دخل نفس المثال نقوله دخل في صلاة المغرب بأثناء الصلاة فكرة ذهب يمينا شمالا فافترض نفسه قاعد يصلي مثلا صلاة الصبح قاعد يفكر بصلاة الفجر مالة باشر وبالأثناء وماشي هالشكل افترض نفسه قاعد يصلي صلاة الصبح إلى أن وصل للتشهد التفت أنه لا أنا قاعد أصلي المغرب هل هذا يخل لا هناك نص الصلاة على ما افتتحت ماذا افتتح به الصلاة من النية هو ذاك ما افتتح به صلاته هو الصحيح هو الذي يمضي وقف يصلي مثلا نافلة الصبح نافلة الصبح ركعتان في خلالها ذهب ذهنه إلى صلاة الصبح فهو افترض قاعد يصلي صلاة الصبح إلى أن سلم لما سلم التفت أنه لا هو بدأ بالنافلة هذه الصلاة ابتدأها بقصد نافلة تحسب له نافلة ثم يقوم ويصلي صلاة الصبح هذه قاعدة كل صلاة افتتحها الانسان بنية معينة ثم ذهب ذهنه إلى أماكن أخرى وتصور أنها صلاة أخرى واستمر على هالوضع ثم التفت تلك النية الأولى تجزئه وصلاته صحيحة وتحسب على ما نواه أولا إذا افترض بدأ بصلاة المغرب وفي خلالها شرد ذهنه وتصور أنها صلاة الصبح إلى أن سلم ثم التفت يقوم ويكملها ركعة ثم يأتي بسجدتي سهو أما إذا كانت المغرب وتصورها العشاء وزاد ركعة هنا تبطل صلاته لأنه زاد ركنا أو أكثر أما زيادة السلام فلا تضر وعند هناك موارد ورد فيها دليل في العدول من صلاة إلى أخرى قبل فترة صار كلام هنا أن العدول على خلاف الأصل يعني نحن لا يمكننا أن نعدل حسب ما نشتهي نقول أنا هذه الصلاة نويتها كذا رح أنويها كذا هذا شيء ليس اختياريا حسب الدليل ليش إذا واحد قال لماذا نقول لي أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه إذا واحد وقف ناوي صلي صلاة الظهر صلاة الظهر خلال صلاة الظهر بالركعة الأولى قال أنا ما صليت النافلة خلي أعدل بها إلى نافلة الظهر ما يقدر مو بكيفة يعدل بها إلى نافلة الظهر هو نواها صلاة الظهر ومضى جزء منها مضى جزء منها بنية الظهر كيف تنقلب وتصير نافلة وبالعكس دخل في نافلة نافلة الصبح صلى منها ركعة ثم غير رأيه قال خلص خلي ننويها صلاة الصبح ما يقدر هذا شيء مو باختياره يريد يقطعها النافلة يجوز يقطعها يقطعها ويبدأ بصلاة الصبح أما هكذا هو حسب رأيه يريد أن يغير النافلة إلى فريضة الفريضة إلى نافلة هذا ليس باختيار الإنسان والقاعدة هكذا لأنه أتى بجزء منها بنية معينة كيف تنقلب إلى قضية أخرى إلا في الموارد التي دلت دليل عليها هناك عدة موارد جاء فيها دليل فنحن نلتزم بها واحد العدول العدول من صلاة لاحقة واجبة إلى صلاة سابقة واجبة وكلتا هما أدائي أدائيتان واقف يصلي صلاة العصر تذكر أنا بعد ما صليت الظهر صلى ركعة ركعتين ثلاث ركعات ثم تذكر أنه أنا الظهر ما مصليها يعدل بنيته إلى الظهر وهنا العدول الزامي يعني ليست قضية اختيارية ما لحق يقول خلي أكملها عصر وأصلي الظهر بعدين ما لحق يلزمه أن يعدل بها إلى الظهر ولا يحق لأن يقطعها يعني هو مو بكيفة يقول رح أقطعها وأصلي الظهر لا ما تقطعها أكملها عصر ما تكملها عصر الآن بما أنك تذكرت أنك لم تصلي الظهر بعد يجب عليك أن تعدل بها إلى الظهر الزام هذا واحد طبعا هذا إذا كان هناك مجال للعدول في الظهر والعصر بما أنك التيهما رباعية في مجال ما دام ما كمل حتى له قريب السلام آخر شيء تو يريد يقول السلام عليك أيها النبي اتذكر عن الظهر ما مصليها يعتبرها ظهر يعتبرها ظهر الزاما ويكملها كظهر ثم يقوم ويأتي بالعصر هذا الكلام لا يأتي بتفصيله في المغرب والعشاء المغرب والعشاء المغرب ثلاثية العشاء رباعية فإذا دخل في العشاء نسى يصلي المغرب خلال العشاء تذكر في الركعة الأولى الثانية الثالثة تذكر يعدل إلى المغرب لزوما زين كامل الرابعة بعد موم الذكر قامل الركعة الرابعة ما دام لم يركع بعد وتذكر يجلس يهدم القيام ويعتبرها مغربا ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيأتي بالعشاء حتى لو أتى بالذكر وقف أو جاب تسبيحات الأربعة وثلاث مراتها مسواها استحبابا وعقوبها قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه وهذا عمل مستحب وقال الله أكبر يريد يركع لكن بعد ما ركع وبعد من زيدها شوية من حنة أربع خمس سانتيات لكن بعد ما وصل للركوع ما دام ما وصل إلى الركوع يهدم يجلس ويتشهد ويسلم يعتبرها مغرب ثم يقوم ويأتي بال إشاء ويأتي بسجلة يسه عن هذا القيام الزائد أما إذا ركع دخل في ركوع الركعة الرابعة ثم تذكر أن المغرب قد فاتته المشهور عند الفقهاء أن صلاته باطلة هذه صلاة المغرب صلاة العشاء هذه الصلاة اللي نواها عشاء باطلة خلص يقطعها ويبتدي من أول يصلي المغرب ثم العشاء السيد السيستاني يرى أنها صحيحة يكملها عشاء ما يقدر يحولها مغرب لأن ركع بعد صارت أربع ركعات ما في مجال للعدول إلى المغرب فيكملها عشاء ثم يأتي بالمغرب والترتيب هنا يسقط هذا رأي السيد السيستاني لكن المشهور بين الفقهاء أنه في مثل هذه الحالة تبطل صلاته إذا فرض أنه علم أن عليه عشاء سابق مثلا أو ظهر أو عصر قديمة رباعية يمكنه أن يعدل إليها لكن الآن كلامنا في الصلاتين الأدائيتين إثنين هم أدائيات اللي واجب يعدل يعني هذا الفرض العدول فيه واجب زين طبعا مع سعة الوقت إذا ضاق الوقت الوقت يكون صلاة الأخيرة نعم هذا فرض الفرض الثاني وهو ما يجوز فيه العدول يجوز وليس الزام وهو وين هذا إذا كانت الفعلية الصلاة الفعلية أدائية والصلاة الفائتة قضائية قاعد يصلي الظهر اتذكر في خلالها أنه ما مصلي صلاة الصبح ما مصليها صلاة الصبح هذه مسألة خلينا نقولها أولا الحين سؤال لو واحد صار الظهر عليه وما مصلي صلاة الصبح صايرة قضاء شنو تكليفة تكليفة أن يقضيها وهو مخير يريد يقضيها قبل صلاة الظهر يجوز يريد أن يضعها بعد صلاة الظهر يعني بين الظهر والعصر يجوز يريد أن يضعها بعد صلاة العصر أيضا يجوز كل هذا جائز الأفضل أن يصليها قبل صلاة الظهر أفضل وليس الزامن زين الآن مسألتنا دخل في صلاة الظهر بخلال صلاة الظهر تذكر أنه صلاة الصبح ما مصليها يجوز له يجوز له أن يعدل إلى الصبح وليس الزامن هذه فرقها عن المسألة السابقة المسألة السابقة اللي اثنين هم أدائيات يجب العدول هنا يجوز العدول طبعا بنفس القيد السابق بشرط أن لا يكون المحل قد فات يعني بالركعة الأولى من الظهر الركعة الثانية وتذكر ما مصلي الصبح يعدل إذا واحد أشكل قال هذه القراءة مالتها إخفاتية كانت وصلاة الصبح اللي فايتته جهرية ما يضر هذا هنا معفو زين قام للركعة الثالثة من صلاة الظهر بعد مراكع بعد مراكع تذكر أنا اليوم ما صليت الصبح يجوز له يجوز له أن يجلس يهدم ثم ينويها صلاة صبح يجوز وإلى حقا يكمل قلنا مو ملزم زين إذا ركع للركوع الثالث نسد الخط عليه ركع للركعة الثالثة من صلاة الظهر تذكر أن صلاة الصبح قد فاتته بعد ما يقدر يعدل شلون يعدل هذه ثلاث ركعات صارت يكملها ظهرا بعدين يقضي صلاة الصبح إذن هذا المورد الثاني اللي الصلاة الفعلية أدائية والصلاة اللي يريد يعدل إليها قضائية هناك مورد ثالث وهو أن تكون كلتا الصلاتين قضائية قاعد يصلي صلاة قضاء قضاء صلاة مثلين الصبح مالتها اليوم الظهر قاعد يصليها قضاء بعدين يتذكر هو البارحة صلاة العشاء هما صلاها يريد يعدل من صلاة الصبح القضائية إلى صلاة العشاء القضائية هذي بيها شوية كلام يأتينا غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة